اشتركوا في القناة كل شخص يبقى ليه نظام غذائي معين محدد ليه هو خصيصا حتى حديثا هم بعض الناس عملت ابحاسم نحن بنشتغل حتى في المراكز زي الألعابة لكورة القدم مثلا بيتعملهم حتى كل مركز معين جوه الملعب بيبقى ليه نظام غذائي معين بما يتطلب من مجهوده البدني فكل رياضة بتختلف عن التانية حتى جوه رياضة الألعاب الفردية كلها برضو مزاي بعضها في الأنظمة الغذائية كل نوع رياضة معين ولتكن زي الجودو مختلفة تماما عن تايكوندو مختلف تماما عن البوكس كل لعبة لها نظام غذائي محدد على حسب زي ما قلت حضرتك النوع والجنس والعمر التدريبي حتى كمان وكمان الفترة التدريبية اللي بيتحط فيها النظام الغذائي إذا كانت فترة إعداد أو فترة منفسة بس دكتور بايسم يعني أنا مش هيهمني أنا كرياضية يعني يوم ما أكون رياضية إن شاء الله مش هيهمني نوع الأكل إذا كان صحه لا قد ما ههمني كميته فانت كلمني بقى على كل رياضة بتسمح مثلا بكمية قد إيه أو الأشهر في كميات الأكل هو طبعا إحنا كمية الأكل هي ليست المحدد الرئيسي في التغذية دايما إحنا بنقول دايما عدد السعرات الحرارية اللي بيخدها من الغذاء ومكونات الرئيسية سواء كم من البروتين والكاربوهايدريت والنشويات والدهون والخضروات بتاعتي اللي موجودة فيه مش بدور على الكم قد ما بدور على النوع لأنه فيه ناس حتى في الدايت مثلا بتيجي تقول لك الدكتور قال لي النهاردة في ريفك والأكل الأسبوع كامل لأنها هتفتحها طلاجة وأكلها كاملة هي كلمة فري مش معناها أنه أنا أكل كل اللي نفس فيه هي كلمة فري أنا مش عايز أثبت الجسم على حاجة معينة يفضل ماشي عليها لأنه ساعتها هيعتاد على النظام ده وساعتها مش هيقدر يخسر أي حاجة من الكاليروز اللي موجودة عنده أو اللي هو المفروض أنه هو يفقدها فإحنا لما بنيدي يون فري بنيديه على أساس أنه نغير النظام الغذائي بتاع الجسم قتال عليه الفترة اللي فاتت دي فآه ممكن في بعض الغذاء أنواع من الغذاء ممكن أخذ فيه بكميات كبيرة وبما إلى بروني وفي بعض الأنواع من التغذية أنا بأخذ منها بكميات صغيرة جداً وبتعمل معيها كاليروز عالي جداً يعني حتى زي الحاجة زي الفاست فود مثلاً دي حاجات ممكن تكون صغيرة في الحجم ولكنها كبيرة في السعرات الحرارية صحيح جميل جداً دكتور باسم يعني استشفينا من كلامك أنه لكل رياضة معينة نوعية أكل ونظام غذائي مخصص إلها جميل هذا الكلام طيب إحنا دائماً بنعرف أن الناس عندما تذهب على الصالة أوكي بتقول لك يا أخي أنا بدي أعمل دايت بس أنا ما بدي أخسر وزن كتير يعني أوصل لمرحلة أني أكون مثل العودة أنا بدي أحول الفاتل اللي عندي إلى عضل وأستفيد منه مدام موجود موجود خلينا أستفيده وأحوله إلى عضل هل بتهم الرياضيين هاي المسألة مثلاً أنه يكون أجسامهم يعني ما شاء الله نحب من ناحية العضل خلينا نتكلم الأول أن الدهون هل هي بتحول العضل؟ لا دا مفهوم خط نعم إحنا دلوقتي الدهون هي لها دور موجود جوى الجسم أما المسلز دي حاجة مختلفة تماماً عن موجود الدهون جوى الجسم أنا لو أنا وزني زيادة جوى أراح جم عشان عايز أخسر وزني عشان جسمي يبقى كويس أول حاجة لازم أقل من الوزن الزيادة اللي موجود جوى جسم دا أول حاجة أنا لازم أدور عليه بعد كده أبدأ أدور إزاي أتكبر حجم المسلز بتاعتي بس إزاي أستفيد من جوى من الفات اللي موجودة كمكون للطاقة بتاعتي اللي بستمدها أثناء فترة التدريب هو دا اللي إحنا بقى بنتكلم عليه إن أنا عايز أغضي الدهون دي أحولها للطاقة عشان تمديني بالطاقة جوى التدريب لأن التدريب اللي أنا حشتغل عليه دا هو دا اللي هيكبر حجم المسلز عندي نعم تمام فالأول لازم أعرف أنا وزني قد إيه دلوقتي حاليا أنا محتاج كم سعر حراري دلوقتي بوزني دا وبعدين أنا محتاج أنزل لكام وزن الوزن قد إيه والوزن دا المفروض إن أنا هيكون عندي كم سعر حراري للوزن دا يعني سيء مثلا هنقول إن أنا وزني دلوقتي تمانين وأنا عايز أنزل لستين فلو الوزن الشخص دا وزنه تمانين فهو محتاج تقريبا مثلا هنقول سي محتاج 2600 أو 3000 سعر حراري طيب أنا عايز أنزل للستين اللي هو هيتطلب إننا يكون بيغض عدد من السعرات الحرارية وليكن 2000 إذن أنا عايز أنزل بالسعرات الحرارية من 2600 أو من 3000 لحد 2000 يبقى هنا هو دا دور التخزية هو دور التخزية اللي إحنا نحن نحطها أنا هنزل بعدد السعرات الحرارية على الفترات طبعا مش مرة واحدة لأن مفاهيم الخاطئة أن الناس بتنزل أحيانا في أنظمة الغذاء بتاعتها من 3000 لألفين مرة واحدة وده غلط جدا لأنه دا حيدر حاجات كتير جدا عندي في الجسم فلازم أنزل تدريجيا وبيكون الموضوع على حسب عدد الفترات الفترة اللي أنا هنزل عليها وهل الشخص بقى فعلا زي ما أنت قلت بيمارس رياضة ولا لأ طبعا بيمارس رياضة يبقى لازم نراعي حتة إنه هو كده كده قريدي عايز طاقة عايز يعني عايز كالوريوس كتير في الجوة جسمه غير الشخص العادي اللي ما بيمارسة إرياضة بس نحس كمان نوار أنه إحنا نفسنا كناس عادية ما بنمرض بتلاقي أمهاتنا بتحول لنا الأكل للنوع تانية بس يجيلك شوية برد يقول لك لا دي خلاص شربي شوية شربة ونامي في السرير ده كمان بينطبق على الرياضيين يعني يكون فيه نوع غذاء معين أثناء فترة العلاج أو المرض هو طبعا مهم جدا فعلا هي المعدة هي بيت الداء ورأس الدواء هي السبب المكون ممكن تكون بنسبة 90% من وجود الأمراض وهي برضو بنسبة 90% ممكن أكتر هي السبب الرئيسي في الاستشفاء من أي مرة فيه أنواع من الغذاء طبعا بتؤثر على بعض الأمراض وليكن مثلا حد مصاب مثلا وليكن عنده ضايبيتس ده فيه أنواع لو كانها من الأكل طبعا هتزود لي المشكلة طب ايه هو الضايبيتس السكر السكر اه مرضى السكر فده لازم فيه حاجات معينة لازم أبعدها عنه وفيه حاجات لازم أزودها له في النظام الغذاء التالي عشان أصبط أصبط له موضوع معدل السكر بيأثر مرض السكر في الرياضة مثلا؟ أن يكون الرياضي عنده السكر بأثر على أداءه هو بيأثر لو كان السكر عنده مش مظبوط يعني دايما مش 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 سابت على محد يعني بيطلع وبينزل بينقف لهو مش مظبوط وبيرضو بيأثر علي لهو عنده أوفر ويت يعني عنده زيادة وزنة شوية طبعا بيأثر علي بس مش بيمنعوا عن الرياضيين عن الرياضيين ده أهم منها لك بس بدي أعرف شوفي شو هي أكتر المشاكل يمكن بيعانوا منها الرياضيين بالنظام الصحي تحديدا بالتغذية ممكن يكون عنده نظام غدائي ماشي عليه بس لسه عنده مشاكل ما بعرف إذا فيه تنوع هذا النظام إذا فيه نكهة لأنه أنا بعرف أكل الرياضيين حتى ريحته بتكون غير يعني ما بتحسك برغبة بس ضبك بتحسك برغبة للأكل فشو هي المشاكل يمكن اللي بيعانوا منها أكتر شيء نتكلم الأول على على نوع الغذاء اللي هو الرياضيين أصلاً يعني في بعض الناس بتعتقد أن تغذية الرياضيين أو الغذاء الرياضيين بيبقى أكل طبعاً خلي من الزيوت من بوهرات وبيعتمد أكتر على البروتينات وبيعتمد أكتر على الدهون عشان خطر إن أنا مدد الجسم بالطاقة أو إن أنا عايز أكبر حجم المصل لازم أغض الدهون كتير ده طبعاً مفهوم غرض جداً يعني دلوقتي حديثاً إحنا بنتكلم على إن الخضروات والفواكه هي من أكتر الحاجات اللي بتمد الجسم بالطاقة وبتساعد الجسم على إن هو حتى المصلز بتاعته تزيد بكميات كبيرة جداً وجود التوابل والخضروات في وسط الوجبة الغذائية ده حاجة رئيسية جداً ولازم تكون متواجدة إحنا بس بنقول نبعد عن الحاجات اللي هي ممكن تكون بيستخدم فيها الزيوت الكتير أو نحنا بنقليها كتير يعني هي دي الحاجات اللي احنا ممكن نحاول نبعد عنها شوية أما المشاكل الصحية اللي بيمر بيها الرياضيين بتبقى نوعية نوع بيعتمد على اللي بيكون سببه الرئيسي التغذية ونوع تاني بيكون سبب حمل التدريبي أو 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 أثناء فترة التدريب نتكلم عن الجزء اللي هو الخاص بالتغذية الرياضيين في بعض الناس يعني مش ماشية بنظام غذائي معين أو بمعنى صح بيعتمد على كل المعلومات اللي بياخدها من عنده من المدرد بتاعه أو من أخوه أو من والده أو من والدته في البيت فبتبقى يعني محتملة جداً إن المعلومات دي بتكون مغلوطة يعني ركز شوية حبيبي على كذا كل يا بابا مش عارف إيه كتر من ده أخرجي بنتفخ يا دكتور بالآن حاله انتفخ فاجأهيك سرب اللون ومنطاد وبدو أن تربى السبع طيب فيه شغلة تانية أنا بلاحظ الرياضيين أحياناً قبل ما يدخل المباراة وما تشكرون القدم أوكي بالملاعب نشوفهم بيطلبوا يعني شوكولات أوكي هذا السؤال سألت لنفسي فواحد حكى لي إنه والله بزيد نسبة السعرات الحررية في جسمه عشان يقدر يركض ويقدر يعمل مجود أكثر ممكن في بعض عكس بعد نص الناس كان يأخذون مواد ثانية مثل الباوزر اللي يعطيهم طاقة أكثر أو يشربون جهوة أو يشربون أشياء تعطيهم إنرجي أكثر هلها شيء يأثر على الرياضة إذا كان هو ماخد سوائل أو أشياء تعطيك إنرجي أكثر طبعاً هو فكرة إن إحنا نغض شوكولاتايا قبل الماتش مثلاً أو قبل الفايت بتاعي أو قبل ماتش كورة مثلاً دي من ضمن الحاجات برضو اللي هي مش مفضلة أو مش محبزة نحن ممكن نشتغل عليها لأن أنا زي الشوكولاتا أنت بتاخد فيها كالورز السكريات عادية جداً السكريات دي بتتطلب إيه؟ إن يكون قصادها أنت لازم تدخل ميا كتير صح إنت جوه المنافسة تفقد مياه إيه إنت جوه المنافسة تفقد مياه ودي بتزود نسبة الفقد للمياه كمان يبقى هي إداتك الطاقة أوي و هتديك لفترات قسارة جداً عمكس ما ممكن دي أدئتين تلت دقائق وهتستنفذ بسرعة جداً لأن الجسم ساعتها هيكون محتاج للماء صح نعم فأقوة فيه حاجات مشروبات بيأخدها رياضين قبل المنافسة ودي ما بيكونش فيها الإنرجي أكتر بيبقى فيها أكتر الريكافوري إن أنا عايز حاجة تعمل إعادة بناء تاني واستشفاء للعضلات بسرعة عشان ما يحصلهاش الإجهات وده اللي المفروض إن أنا أدور عليه أنا دلوقتي هعمل نشاط إيه اللي بيوقفني عن النشاط أو أنا شغال إيه اللي بتعيدني إن أنا خلاص العضلة استهلكت الطاقة بتاعتها كلها أو استنفذت وما يدريش تعمل إعادة بناء تاني للأنسجة اللي ادهارت أثناء فأنا لازم أود حاجة تعوضلي التلام ده أثناء عشان كده بيدوننا دايماً إحنا بنيدي دايماً للاعبين عندنا حاجة اسمها سبورت درينك ده بيبقى موجود بيأخذوا قبل المباريات وأثناء المباريات كماناً نفس البرتقال شكله؟ أعيو؟ الشكل بيختلف بس هو مشروب معروف للرياضيين بيبقى داخل جواه حاجات كتير جداً منها الطاقة ومنها الريكوفري ومنها بعض المعادن والأملاح واللي بتعوض نسبة الفائد اللي بيحصل أثناء التدريب أو أثناء المنفس جميل يعني بأعتقد كمان أنه فيه شغلة بس خطرة أسألك فيها الدكتور بالنسبة هل بيختلف النظام الغذائي للرياضيين بين الرجال والنساء؟ وكيف ممكن تطبق جداول إلهم سواء جداول تكون مفيدة للصحة وأيضاً يستفيدون منها في تمارينهم؟ كويس جداً إحنا وده اللي أنا حاكم بأن أنا نوهي عليه أن كل شخص لازم يكون بيكون ليه نظام غذائي مختلف تماماً مش معنى أن أنا بديت نظام غذائي لشخص ما هل هو ده ينفع لأخوه أو لأخته أو لولدته أو لأي حد في البيت كل حد وليه نظام غذائي محدد له لوحده تلاك من طبيعة الجسم والحرق والحجاج؟ طبعاً الستات طبعاً حرقهم بيبقى أقل شوية كتير عن الرجالة فده طبعاً تطلعهم لهم حقهم ما هدور وأقلم للجالة دكتور حتى في التغذير عشان ما بتستهلكوش طاقة كتيرين انتم ما بتحرقوش طاقة كتيرين بس منلفوا في المطبخ بس كل كلام أو مثلا منلفوا في المطبخ بس أو في المطبخ هتا السكر هتا الملح هتا المش عارف ايه؟ 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 معاجدت لك لفت المطبخ أمجد هم بيدونا التعليمات وإحنا اللي بنفقد الطاقة في المجهود بقى بننزل نجيب حاجة من الماركت هوا ده المجهود بالنسبة ايه بس بدون هاي التعليمات بطلق كنبلة غدا كمان همجدت ايه؟ وبدون هاي اللي بطلق كنبلة أكل لايس أنا أختا ولا زوجت يروح للدكتور التغذية ويخبر الأشياء نقصة عنده ويقومش عليها في النهاية لازم يكون فيه أخصائي تغذائي هو المسؤول عن وضع النظام الغذائي لكل شخص مينفعش ان احنا نستمد حتى المعلومات اللي موجودة على الانترنت كلها مش مزبوطة مزبوطة مش عايزة أقول كلها عايزة أقول إن جزء جدا مش مزبوط وبيحصل تناقضات حتى المعلومة اللي المهاردة موجودة وبنسبة مية في المية صحيحة هي بعد ترس أربعة تيام ممكن تكون خلاص تتغير زي زي الأدوية اللي عمالك رشوية يطلعوا ده وبعد السنة يقولوا لأ دي أضرار الغوء فترة كانوا بيقولوا إن إحنا الفترة حد فترة قريبة جدا كان بيقول لك لأ ممنوع إن انت تاكل أكتر من بيضة واحدة بس في اليوم حالينها بيقول لك أربعة خمسة ستة سبعة كل زي ما أنت عايزة زي دكتور لا حظنا إن دخلنا أي جم تقريبا يكون متطور تشوف الجم متطور تلقى عندهم جهازك يجيسلك الوزن ويجيسلك السواء الدخل والأملاء هل الجهاز هذا صحيح؟ الأجهزة اللي موجودة حاليا اللي بتقز نسبة الدهون ونسبة المية ونسبة الماصل في الجسم هي مش كل الأجهزة بتدي نسبة مية في المية مظبوط هي وغالبا الأجهزة دي كلها بتدي نسبة اعتبارية وليست نسبة حقيقية لأن أنا مش حاضر أجيب نسبة الدهون جوه الجسم أو جوه الدم من خلال جهاز أنا بمسكه بإيديه ده لازم بيتعمله تحاليل معينة فهو بيجيب نسبة تقريبية زي بالظبط البالس اللي موجود على التريد نيل هو مش بيجيب لك بالظبط انت صحيح طيب والتدخين وما بالك من التدخين بكل أنواعه السجار شيشة شيشة الكتروني كل أنواع التدخين التدخين هي المشكلة إن احنا بعض الناس لا مش فهمة كلمة إن التدخين ده مدى تأثيره على غيره هو شايف نفسه إن هو مجرد ما بيدخن أنا بقدر أمارس رياضة وأنا بدخن عادي ما بيحصل ليش حاجة أو إن أنا دخنت دلوقتي وقمت مارست رياضة عادي ما بيحصل ليش حاجة أو اليكن مثلا السجار هو فيه أكتر من 500 مكون مدر بالجسم إي منها النيكوتين والأطران وأو الأكسيدي الكامل تخيالي حضرتك إن الرئة اللي هي المسؤولة عن تبادل عملية تبادل الغازات بوجه الجسم بيخش لي منها 500 مكون دول بيدره جسمي دخلين عشان يمدوا الجسم العضلات اللي هي المسؤولة عن طبعا الأكسوجين بيروح على العضلة تخيال إن العضلة اللي بتعمل مجهود دلوقتي ريح لها أكسوجين محمل بنيكوتين وأطران وأو الأكسيدي الكربون غير وضيف عليه بلاس 500 مكون إحنا ما نعرفهمش أصلا صحيح فالعضلة نفسها هتبقى عاملة زي صحيح والله يا دكتور حضرتك يعني معلوماتك مفيدة جدا وقيمة ولا يومل من حديثك نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله لنا لقاءات تانية إن شاء الله خلينا نطلع بريك وبنرجع دي إن شاء الله شكرا